الاصل ان المسلم يتطهر في بيته يتوضع ويلبس احسن الثياب يخرج جاهزا للصلاة يعني لا يؤخر الطهارة والوضوء الى المسجد هذا افضل نعم يخرج الى الصلاة يمشي او يركب نعم يخرج الى الصلاة يمشي او يركب والمشي افضل لكن يمشي الى الصلاة في سكينة في الحركات يعني ما يأخذ الى الصلاة هو يجري يهرول ووقار في الهيئة يعني لا يأتي الى الصلاة وهو مشمر مثلا او يرفع الصوت فاذا وصل الى المسجد قدم الرجل اليوم اقول الذكر الوارد عن نبي صلى الله عليه وسلم واليسر عند الخروج مع الذكر كذلك يترك الدنيا خارج المسجد لا يدخل معه الدنيا للمسجد نجاء ندير اليوقول كا جولردي اوتيق ستايل ناتيك و جولردك و يتوهر قرن ماكور ينفونه وكي فاديك جولرده مانا يو اتشو ادنا كبه كياسي و ناتا او كان يالجور جولر هرامو فادي الله سبحانه تعالى المساجد لم تبنى لا للبيع ولا للشراء. يحرم البيع والشراء والبحث عن أشياء مفقودة في المسجد؟ نعم، كذلك الحديث عن الدنيا، الحديث عن السياسة؟ المساجد بنيت للصلاة والاستغفار والقراءة القرآن والدعاء؟ نعم، إذا دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت، يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام في أي هيئة يكون عليها الإمام؟ قائم، راكع، ساجد، جالس؟ نعم، أدرك الإمام قائمة، راكع، تحسب له الركع؟ لكن أدرك الإمام قائمة، خذت نحن في الواقع نبني معهم، لتعلم، كنت أدرك إنه أدرك وي يحصل إلى الصلاة؟ لم تقم بعد من المساجد؟ يُقع التقديم للصفوف الأولى، الصف الأول، ويصلي سنة، الفريضة بهذه الفريضة، في الآدف النفرية، أو تحية المسجد راكعتين، قبل أن يجلس؟ وما سلقى فهم يدفعوني هم ينظر في الساعة و يتكلم و ينظر في الجوال بيوت الله سبحانه وتعالى أما أنت تسيطرين الإجراري في الإجراري الأنفذي أما أنه يحدث يحدث على الإجراري أو أنه يعدني أيضا على الإجراري وأنه يفعلني في الإجراري الأنفذي